اشتركوا في القناة وفي اليوم في عنا اللي هو بداية تراجع المريخ في برج الجوزاء اللي رح يتراجع لمدة شهرين ونص تقريبا طبعا القمر موجود في برج الجدي في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 10.53 دقيقة من ظهر اليوم الأحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية وبما أن القمر موجود في برج الجدي معناته في هاي الفترة وفي هذا اليوم نعود لطبيعتنا الجادة من حاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية شراء تأمين أو مراجعة شركات تأمين أو عمل تأمين جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين بطيئات أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وحكينا أن هاي تأثيراتها لغاية يوم 5-11 هاي بتعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وطبعا هاي الزاوية زاوية منفصلة تأثيرتها لغاية يوم 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل طبعا في عنا ثلاث زاوية مع القمر وعنا بداية تراجع المريخ أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظاهرة هي ذروتها ساعة 12 وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي السبت على الأحد بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير برضو اليوم في ساعات الظهر اللي هو بداية تراجع المريخ اللي راح يبدأ تراجعه الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش راح يبدأ يتراجع المريخ طبعا كل سنتين هو بتراجع مرة فالمرة هي بده يتراجع في برج الجوزاء فقط ما راح يرجع لبرج الثور وتراجع عادة هو بكون مدة ثلاث شهور المرة هي راح يتراجع قرابة الشهرين ونص يعني لغاية مساء يوم 12 واحد الفين وثلاث وعشرين طبعا في حلقة كاملة عن تأثيراته ومخاطره نزلت على القناة تقدروا ترجعوا عشان تعرفوا إيش المخاطر وإيش التحذيرات لجميع الأبراج بما أنه هذا النحس الأصغر وهو كوكب سلبي وتأثيراته سلبية وخطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي طبعا تأثيراته ساعة ثلاثة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا منقدر نحكي تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون ذروتها الساعة 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونجري لها علاجات ولكن نبتعد عن العمليات الجراحية لإلها الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر التحال الجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا هذا اليوم بما أنه الجلد أكثر حساسية والشعر أكثر حساسية فعشان هيك هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل زي تنظيف بشرة أو أمور من هذا القبيل ولكن لا يصلح لعمليات الحقن أو عمليات معالجة البشرة اللي بيكون فيها حدية اللي ممكن تسبب بعض الالتهابات أو تهيج للجلد طبعا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو الاثنين بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام الساعة عشر وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بيصير عمره ست أيام نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش والآن سعيد بنسبة مية في المية ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجدي حتى يوم واحد وثلاثين عشرة والآن سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباحة بترتفع نسبة السعادة لستين في المية عطارد في العقرب حتى يوم سبعتاش احداش سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم ستعاش احداش منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء بدأ بعملية التراجع لو تراجع لغاية اثناش واحد منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات الظهر اللي هي بداية التراجع بصير منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم سبع ثلاثة منتحس بنسبة عشرة في المية قرى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشرة في المية وانبتم في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وابلوتو في الجدي حتى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهدكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة اليوم ما بينفعك العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت عليك الضغوط حاول إنك أنت تجد المبررات بسلاسة بدون عصبية وخصوصا الأمور اللي بتتعلق بالعمل وحاول إنك تظهر مهاراتك ممكن شوية تكون الظروف فيها بعض التعقيد أو فيها صعوبة وإنت طباعك شوي وأفكارك حدي ومشتتة فعشان هيك بدك تدير بالك من العصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم تنشطه في مجال التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة ممكن شوي تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد في منك ورح يسافر سفر بعيد طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم مش إنك ما تجعل أي شيء يحبطك لأن التطورات غنية بالفرص المناسبة والأجواء الداعمة لإلك بقوة بتنحسر اليوم عواصف الفترة الماضية وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا وتعتبر هاي فترة مناسبة للأمور اللي بتتعلق بالسفر أو أوراق معاملات أو تخطيط لسفرة معينة أو لورشات العمل برج الجوزاء من نسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة وحاول إنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم عبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بنشاط وهمة الأجواء جيدة على المستوى المالي أو ترتيب وضع مالي معين وخصوصا الأمور اللي لها علاقة بالبنوك والتأمين ضريبة أو حتى مطالبة بالحقوق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم يبينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ويعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز العلاقة ما بين الأزواج وهو يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن شوي يكون فيها بعض التوتر لأن القمر بما أنه مقابلك معناته طاقتك ضعيفة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وحاول أنك ما ترتجل الأجواء فيها بعض الضغط والمسئولية فعشان هيك بدك تهدئ من روعك ما تنفعل ما تعصب ما تجازف ما تغامر لأنه الفترة هاي يعني أي عصبية بتكون تنحسب ضدك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأنه القمر الآن في بيت العمل وصحة فعشان هيك رغم هاي الضغطات إلا أنه عندك قدرة على إنجاز قسم كبير منها أهم شيء اليوم لا تهملوا صحتكم هاي نقطة أساسية هاي فترة شوي فيها تركيز على العمل بشكل جيد أهم شيء أنك تكون أكثر انضباط وتنتظم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية وحاول أنك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون في نوع من أنواع التركيز على عمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواية أو ترفيه وتعتبر هاي الفترة معني ممتازة جدا وبتحمل أجواء ممتازة ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على بعض التصرفات الأخيرة حاول ترتيب الأمور لأنها هاي تعتبر فترة بناءة وإيجابية ودعمة لإلك فيها كثير من الحضوض برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدوا اليوم مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن أنك تغضب بسرعة بسبب أي كلام إلو علاقة بالعائلة أو أي تصرف أو أي مستجد عائلي أهمش أنك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبث عدم نلقاء اللوم على الأحباء اليوم عندك أعمال أو نشاطات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات طبعا عندكم قدرة على الإقناع عالي جدا سرعة بديها ممتازة جدا قدرة على التواصل برضو ممتازة جدا برضو بإمكانكم اليوم تعززوا علاقتكم مع الأحبة برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي على الأغلب تيجي من عمل إضافي ولكن منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أو حتى يعني ينهو مشكلة مالية ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم إشي أنك تستغل هاي النقطة يعني ما دولا والله أنا ما بدي حدا يساعدني لا خلي أي شخص بيقدر يساعدك يساعدك الكواكب اليوم دعمل إلك ولا صالحك وبتسهل حياتك أهم إشي أنك ما تسمح لأي شخص أنه يغشك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع وكون حريص على أموالك وممتلكاتك من النفقات وعزز وضعك المالي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور ممكن اليوم تحاولوا أنك تبحث عن إشي جديد يدخل حياتك أو عملي جديد أو فكرة جديدة أو تبحث عن أمور مميزة بتعيش فترة واحدة بالأفراح أو النجاحات طاقتك حلوة ممتازة وتعتبر فترة داعمة إليك خصوصا الفترة القادمة يعني بنحكي إحنا عن فترة عشر أيام تقريبا حاول أنك في خلال هاي الفترة تدخل التنويع إلى حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل انفراج وبتحمل تسوية وكثير من الحلول برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة تعتبر هاي فترة شوي فيها بعض الإحباط أو فارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هذه الأيام شوي بسلام لأن القمر الآن موجود في بيت المتاعب لغاية مساء الغد لا يوصل لعندك فعشان هيك هاي فترة الضغوط بدك تواجه الضغوط والعرقيل والامتحانات الصعبة بحكمة بدون اتخاذ قرارات حاسمة لأنه أي تسرع فممكن تخسر صفقة تجارية من وراها أو تحزن لخبر فما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حشد تأييد أو دعم لقضيتكم ابتتحمسوا للقاء الناس وللتعارف وممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك اليوم يعني الأجواء جيدة اجتماعيا فممكن تستغلها ويكون هذا الشيء لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء